النهار ده في المقدمة footage كنت بتكلم عن علي معلول وقلت لما جيمي يخش هيشاركني الرأي يا عطاك ده وقلت يا ربي يشاركني الرأي بس اديته سيجمنت لوحده النهار علي معلول حالة في النادي الاهلي عشان مكررش الكلام تتفي ولے تختلف ان علي معلول انا قلت في رأيدي يعنى وهو واحد من اعظم لعابي النادي الاهلي على مري التاريخ مش مجرد واحد من اعظم محترفي النادي الاهلي على مري التاريخ تتفي معاك مليون في المائة علي معلول رجل زهير أيصر بدأ مسيرته من 13 إلى 14 سنة مع السفاقسي وبعدها مع النادي الأهلي يلعب في نادي جماهير كبير وعلي معلول يا كريم لما تيجي تبص على أرقام علي معلول وإسهاماته الهجومية سواء مع السفاقسي والعيد يحافظ على هذه الاستمرارية بمتوسط 14 مساهمة في أهداف بالصناعة أو التسجيل لمدة 14 موسم ده رقم خرافي سواء متيجي تتكلم على ظهير أيصر 14 مساهمة كمتوسط على مدار 14 موسم والاستمرارية لما يصل علي معلول النهاردة بصناعته الهدفين أمام القطن الكاميروني لمتين هدف على صعيد التسجيل أو الصناعة 77 جول مع الأهل والسفاقسي و123 صناعة فيما سرته مع النادي الأهلي لازم يتقال عليه أنه مش بس أحسن محترف في تاريخ النادي الأهلي مش بس أنه من أحسن اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي لا هو من أحسن اللاعبة اللي لعبت في مركز الظاهير الأيصر اللي دخلوا مصر عموما محليين وأجانب ومن أحسن اللاعبة اللي لعبت في المركز ده فأفريقيا كلها تاريخية في مركز الظاهير الأيصر الأرقام بتقول كده مش بس دي وجهة نظر فنية الاستمرارية على مدار 14 موسم مع نديل أم السفاقسي لمدة 7 سنين ويصل أنه يكون كابتن الفريق نهارده وواحد من كباتن النادي الأهلي ويصل في عمره 33 سنة لهذا النضوج وهذا التأثير علي معلوم ده جزء من الأرقام طبعا نجيب اللي بعدها تخيل في 32 مباراة كريم عامل 108 هدف على صعيد التسجيل والصناعة وواصل لمعدل يقترب من نص جلف المباراة فيه مهاجمين ما بيعملوش الأرقام دي معدل الإسهم ده مع السفاقسي 188 سجل 37 صنع 43 يعني بنتكلم على 80 جول في 188 يقترب أيضا من نفس النسبة فأنا بكلمك مش بس كل الأرقام العظيمة دي الاستمرارية 14 موسم ما بين السفاقسي والنادي الأهلي ودي أرقام عالي معلول مع كمان مع منتخب تونس والأرقام أقل شوية 12 جول سجل 2 وصنع 10 إجمالا 200 هدف النهاردة بيحتفل عالي معلول بـ 200 هدف إسهام في 200 هدف خلال مسرته الكروية لعيب ما فيش كلام يوفد عالي معلول قمته وحقه سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب تونس أو حتى مع السفاقسي